فالموسم نجح لكن لابد أن يكون فيه ضد ومع في كل شيء لابد من كبات صحيح والتركي الآن أغلب الفنانين لو تلاحظ أغلب الفنانين سواء الكبار أو الصغار دائم يطلع ولدي يطلع أخوك كذا في سناب شات يحب أن يدخل مثلا ولدي مثل مجال الوسط الفني وغير من الأمور نحن قاعد نشوف يمكن بفترة أخيرة بلست تطلع ولديك تركي معك لا فما صورت أول مرة لا 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 كل ما مع أنت كل ما مع تركي تصور لا لا أنا كل ما هو كل ما كل ما دخلت بيتي في أي وقت لقيته جوالي يصور بالصدفة ويصيدني وما يخليني ويتصور بيها فهو يعرف أني أنا أبقط عليه واحدة ثنتين وتنجح معه يعني لا أنا ما هذه التصويرات في التواصل الاجتماعي أنا فكرتك تتكلم عن الدراما لا 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 أخذتك تتكلم عن الدراما ما المشكلة؟ ليش ما يدخل الدراما تركي؟ والله هو حر ما عرض عليك مرة ولا شيء؟ لا أنا لا أترك الموضوع للمخرج قد أرشح اسمه واختيار المخرج وأنا لتوصية خاصة لكن في الدراما وفي الفن ما في مجاملات قد يقول قد يقول البعض إنه في بداياتكم في طاش أو منتصف طاش كنتوا تجيبون عيالكم وجودين أنا أقول نعم نعم نفس ما عمد فنان ناصر القصة بمعركان ما كنا نجيب عيالنا أو أقاربنا لأنه نحن نبي نبرزهم بقدر إنه ما فيه لا لا ما فيه ما فيه أحد يعطيك ما فيه أحد يقول أبا أمثل ما فيه وحدة تقول أنا سعودية قادرة أن يمثل ما فيه في ذلك الوقت ما فيه فنضر إنه نجيب عيالنا الشكوى على الله إذا كان عندنا حلقة العائلة من اللي بيعطيك عياله ويخليهم معك في الصالون وتوديهم للقريات وتوديهم مدروين وتدور فيهم وتخليهم لدراسة ما فيه لا بالضبط حتى لو ما كانوا لأنه ما نبي منهم إبداع إحنا نبي تكوين العائلة الصورة نعم فإحنا نجيب عيالنا على هذا الأساس وليس القصد إنه نوري عيالنا أو نبيهم ويمثلهم بالعكس ما هو كويس